السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل دروسنا في مادة الاقتصاد والمناجمنت ودرسنا اليوم يتمثل في التضخم يعتبر التضخم من بين أهم المشكلات الاقتصادية التي تصيب الدول سواء اقتصاديا أو اجتماعيا ما هو التضخم؟ التضخم هو ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة غير أن الارتفاع المؤقت في بعض أسعار السلع نتيجة لظروف استثنائية لا يعد تضخما مثال ذلك سوء الأحوال الجوية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية وبعد تحسن أحوال الجوية سيؤدي هذا مباشرة إلى انخفاض قيمة المحاصيل الزراعية الآن سنتطرق إلى أنواع التضخم يتحدث التضخم وفق معيارين المعيار الأول وهو مدى قدرة الدولة في التحكم في الأسعار أما المعيار الثاني فهو مدى حدة التضخم المعيار الأول لتصنيف التضخم مدى تحكم الدولة في جهاز الأسعار يتضمن هذا المعيار ثلاثة أنواع وهي التضخم الظاهر أي الطليق التضخم المكبوت والتضخم الكامل سنقوم أعزاء التلاميذ بشرح هذه العناصر التضخم الظاهر أو الطليق هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وواضح في ارتفاع الأسعار وينعكس ذلك في ارتفاع الأجور وغيرها من النفاقات التي تتميز بالمرونة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مختلف المداخل بصفة عامة والتضخم الثاني هو التضخم المكبوت وهو عبارة عن تضخم خفي ومستتر وتكون فيه الأسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع والخدمات بصفة إدارية التضخم الكامل يظهر هذا النوع من التضخم عندما تكون هناك زيادة كبيرة غير طبيعية في الدخل الوطني النقدي دون أن تصاحبها زيادة في الإنفاق الكلي أما المعيار الثاني أعزاء التلاميذ في تصنيف التضخم ألا وهو مدى حدة التضخم يتضمن هذا المعيار نوعينهما التضخم الجامح يعد من أشد أنواع التضخم إضرارا بالاقتصاد الوطني نظرا للآثار التي يخلفها إن إصدار المزيد من الأوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي للدولة تؤدي مباشرة إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة مذهلة وإلى انخفاض قيمة الوحدة النقدية التضخم الزاحف وهو أقل أنواع التضخم خطورة على الاقتصاد الوطني حيث يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الأسعار لكن بمعدلات بطئة والآن نتطرق إلى أسباب التضخم السبب الأول هو تضخم ناشئ عن إصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني إن الإفراط في إصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي مباشرة إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق والكمية المعروضة من السلع والخدمات وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار أما السبب الثاني فهو تضخم ناشئ عن الطلب ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب الكل والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات إذ أن ارتفاع الطلب الكل لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكل مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار السبب الثالث تضخم ناشئ عن التكاليف سبب التضخم في هذه الحالة يعود إلى ارتفاع عناصر الإنتاج ومثال ذلك ارتفاع أسعار الطاقة الأجور مثلا التي لا يقابلها زيادة في الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف والتي تنعكس على المستوى العام للأسعار العنصر الرابع آثار التدخم للتدخم آثار عديدة نذكر منها الآثار الاقتصادية وتتمثل في انخفاض قيمة العملة انخفاض معدل الفائدة انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك انخفاض الانتاج وأخيرا محدودية الاستثمارات أما الآثار التاني ألا وهو الآثار الاجتماعية ومن بينها نذكر ارتفاع نسبة البطالة ارتفاع معدل الفقر التأثير السلبي على أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة وأخيرا ظهور الأفات الاجتماعية هناك عدة سياسات تنتهجها الدولة لمكافحة التدخم السياسة الأولى سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار سياسة مراقبة الإصدار النقدي السياسة الثالثة التوازن في الميزانية العامة سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار ويتم ذلك عن طريق الحد من ارتفاعات الأجور وجعلها تتماشى مع الزيادة في إنتاجية العمل السياسة الثانية مراقبة الإصدار النقدي من أجل مواجهة ظاهرة التدخم يقوم البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسة النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات وتتمثل فيه رفع سعر إعادة الخصم سياسة السوق المفتوحة رفع نسبة الاحتياطي القانوني رفع سعر الفائدة السياسة الثالثة التوازن في الميزانية العامة أي الموازنة العامة في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم هذه الأخيرة بما يلي تخفيض الإنفاق الحكومي زيادة الضرائب على السلع الكمالية اللجوء إلى الدين أي القرض العام في الأخير أعزائي التلاميذ نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته